السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام نرحب بكم في قناتكم الجميلة رحمة من الله أحب أن نبدأ الفيديو بدعاء سيدنا أيوب عليه السلام ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين أدعو الله أن يشفي جميع المرضى فيديو النهاردة هيكون عن نقص الصفائح الدموية وهنتكلم عن الأعراض وأسباب نقص الصفائح الدموية وطرق العلاج تعتبر الصفائح الدموية إحدى مكونات الدم والتي تكمن وظيفتها بإيقاف النزيف الذي يحدث نتيجة التعرض للحوادث والإصابات المختلفة حيث تتجمع هذه الصفائح في المنطقة المصابة مكونة خسرة دموية اللي هي التجلطات الدموية أو اللي بتقلل سيولة الدم فتمنع حدوث النزيف وتمنع فقدان كمية كبيرة من الدماء وعلى الرغم من توفر بعض الأدوية التي تساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية إلا أنه يمكنك القيام بذلك بشكل طبيعي فتوجد بعض الأطعمة التي تعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية لزيادة عدد صفائح الدم ولكن يجب أن تعرف أولا كيفية التعرف على انخفاض عدد الصفائح الدموية فالصفائح هي عبارة عن إحدى خلايا الدم التي تساعد على إنتاج جلطات الدم والتي تحمي من نزيف الجروح كما تستطيع إصلاح الخلايا التالفة أيضا وعدد الصفائح الدموية يشير إلى تركيزها في الدم فالعدد الطبيعي يبلغ من 150 ألف إلى 40 ألف لكل ميكرو لتر من الدم ونقصان عددها يسبب عجز عن آداء وظائفها الأمر الذي يهدد الوضع الصحي للشخص المصاب خلونا نشوف إيه هي أسباب نقص الصفائح الدموية هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى نقص في عدد الصفائح الدموية الخاصة بك ومنها يمكن أن يحدث نقص الصفائحات المناعي بشكل وراسي ولكن أيضا يمكن الحصول عليه من العديد من الحالات الطبية ثاني حاجة الالتهابات الفيروسية وتشمل جدر الماء والتهاب الكبد الوبائي اللي هو فيروس C وفيروس نقص المناع البشرية ثالث حاجة نقص الصفائحات المناعي الناجم عن المخدرات رابح حاجة الجرسومة البوابية وهي بكتيريا يمكن أن تعيش في جهازك الهضل خامس حاجة الإنتان وهي عدوى بكتيرية حادة في دم الإنسان سادس حاجة مشكلة في نخاع العظم مثل السمية الناتجة عن شرب الكثير من الكحول سابس حاجة الزكام تامن حاجة إصابة جهاز المناعة في الجسم بالاضطراب أو الضعف تاسع حاجة تناول بعض أنواع الأدوية دون وصفة طبية عاشر حاجة الإصابة بسرطان الدم رقم 11 نقص مستوى الحديد في جسم الإنسان رقم 12 نقص مستوى فيتامين بي 12 في الجسم خلينا نشوف أعراض نقص الصفائحة الدموية فهناك بعض الأعراض التي يمكن ملاحظتها عند الإصابة بنقص الصفائحة الدموية ومنها واحد نزيفة اللثة أو الأنف وتعاني النساء بشكل خاص من نزيف أشد كوة بالإضافة إلى إمكانية حدوث النزيف لديهن في مجرى في البول ثاني حاجة نزيف الجروح المستمر ثالث حاجة الطفح الجلدي وهو بقع حمراء مستوية على بشرتك وخاصة في سقيك وأجدامك وقد تظهر على شكل كتل رابح حاجة ظهور بقع وكدمات حيث يكون لديك مناطق كبيرة من النزيف تحت الجلد تكون أشبه بالكدمات التي تصيبك من الضرب أو السقوط ويمكن أن تكون زرقاء أو أرجوانية وتتغير إلى اللون الأصفر أو الأخضر خامس حاجة وجود دم في البراز سادس حاجة وأخيرا بعض الأشخاص قد يعانون من الوهن والضعف وأخيرا خلينا نتكلم عن طرق العلاج الممكنة عندما تحتاج للعلاج فإن الهدف هو الوصول بعدد الصفائح الدموية إلى مستوى مرتفع بما فيه الكفاية لمنع النزيف الخطير في القناة الهضمية أو الدماغ إليك أهم العلاجات الممكنة واحد طبعا فيها علاجات دوائية لا نتكلم عنها هنا ودية لازم فيها استشارة طبيعية ثاني حاجة برضو العمليات الجراحية فإذا كانت العلاجات الدوائية لم ترفع من مستوى الصفائح الدموية لديك بشكل كافي فقد تستفيد من عملية إزالة الطحال فالطحال هو العدو الذي يدمر الصفائح الدموية لذلك فإن إخراجها قد يعطي دفع قوية للعلاج والحالة دي برضو لازم استشارة الطبيب طبعا ده حاجة أساسية وأخيرا خلينا نتكلم عن علاج نقص الصفائح الدموية بالغذاء والأطعمة التي تساعد على زيادة نسبة الصفائح الدموية أول حاجة تناول الأغذية المحتوية على فيتامين سي فالأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد على تعزيز إنتاج الصفائح الدموية في الجسم فيمتلك فيتامين سي مواد مضادة للأجسدة ويجب الحصول على النسبة الصحيحة منه التي تقدر بحوالي من ربعمية لألفين ميلي جرام وذلك عن طريق استهلاك الطعام مثل البرتقال والبروكلي والفلفل الرومي وإن شاء الله هنسيب لكم رابط أسفل الفيديو بيتكلم عن فيتامين سي وأهميته والأطعمة التي تحتوي عليها تاني حاجة تناول الأطعمة الغنية بدهون الأوميجا سري مثل بزور الكتان والجوز والسمك والسبانخ والتي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي مما يعالج مشكلة نقص الصفائحة الدموية ويعزز من إنتاجها تالت حاجة تناول البقوليات العضوية والحبوبة الكاملة بالإضافة إلى الخضروات وغيرها من الأطعمة الغنية بمضادات الأجسدة ومضادات الالتهابات والتي تدعم إنتاج الدم والصفائحة الدموية رابح حاجة تناول الأطعمة المحتوية على عنصر الفولات فهو من الطرق المستخدمة في علاج نقص الصفائحة الدموية بالغذاء حيث يعرف هذا العنصر بأنه أحد العناصر الغذائية التي تعزز من انقصام خلايا الجسم بطريقة صحية وسليمة كما أنه يزيد من عدد الصفائح الدموية ويتواجد هذا العنصر في العديد من الأغذية أبرزها السبانخ والحبوب والبرتقال ونبات الهيليون رقم خمسة تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين A فهو يساعد على تكوين البروتين والذي يساهم في نمو الخلايا وانقصامها بشكل صحي والحفاظ على سلامة الصفائحة الدموية ومن أبرز الأغذية المحتوية على هذا الفيتامين البطاطا الحلوة والجزر بالإضافة إلى الأرع رقم ستة الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل الديك الرومي الدجاج اللحم البقري السلمون التونة فهي تزيد من معدل الصفائحة الدموية رقم سبعة تناول الأطعمة التي تحتوي على الأحماضة الأمينية حيث أن لها دورا فعالا في تكوين الدم وتعزز من إنتاج الصفائحة الدموية رقم تمانية من أفضل الطرق المستخدمة في علاج نقص الصفائحة الدموية بالغذاء تناول الطمر والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية أهمها عنصر الحديد والذي يعالج هذه الصفائح من النقص بشكل سريع الطمر مهم جدا يا جماعة رقم تسعة الأطعمة المحتوية على فيتامين ك مثل البيض والملفوف والكبدة رقم عشرة تناول المشمش مرتين خلال اليوم الواحي وذلك لاحتواء المشمش على معدلات عالية من عنصر الحديد رقم 11 من الأغذية التي تزيد أيضا من عدد صفائحة الدم المحار حيث يحتوي على نسبة عالية من الزينك الذي يقوي جهاز المناعة ويحفزه على آداء عمله خلينا نقول شوية نصايح وقائية للأشخاص المصابين بنقص الصفائحة الدموية ينصح الشخص المصاب بنقص الصفائحة الدموية باتباع بعض الإجراءات الوقائية ومنها استخدام فرشة أسنان ناعمة لتجنب نزيف اللسة كما يفضل الإبتعاد عن استخدام خيط الأسنان والمسواك لتنظيف الأسنان يعني نبتعد عن استخدام خيط الأسنان والمسواك ونستخدم فرشة أسنان ناعمة رقم 2 تجنب التمارين الرياضية العنيفة والنشاطات التي قد تعرض الشخص لحدوث نزيف كالملاكمة وكرة القدم وغيرها رقم 3 الإبتعاد عن شرب الكحول رقم 4 توخي الحذر عند استعمال الأدوات الحادة كالسكين والمقص وغيرها رقم 5 تجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيق وخصوصا الأدوية المميعة للدم التي تؤدي لسيولة الدم كالسبرين والمسكنات رقم 6 كما ذكر سابقا فإن بعض الالتهابات البكتيرية والفيروسية قد تؤدي إلى نقص الصفقة الدموية لذلك فمن المهم تجنب أي مصدر للميكروبات والالتهابات وذلك باتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على مناعة الجسم ومساعدته على محاربة الأمراض رقم 7 حاول تتجنب الكثير من الأطعمة التي تسبب نقص الصفقة الدموية مثل الليمون المر والبطيخ وبعض المشروبات الغازية والأطعمة الخالية من السكر وبكده فيديو النهاردة عن نقص الصفقة الدموية والأطعمة التي تحفز وتعزز الصفقة الدموية في الدم بيكون انتهى يريد الكل يكون استفاد الرجاء منكم جميعا إذا أعجبكم الفيديو أن تضغطوا على لايك وشير وتتركوا تعليقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته